في بعض البصر سبحان الله يا اخي بينفع معهم بينفع معهم الاحترام والتأذير تحترمهم يحترمونك تدخل عليهم السعادة والبهجة يدخل عليك السعادة والبهجة تأدرهم يأدروه لكن الأسفة الشديدة في بعض البصر قلوبهم حجر تعاملهم حلو يعملوك أوتخ معاملة تحترمهم يعملوك العكس يجوح من الناس يرمي كلمة على العزوج يا عزوج مثل انت المرة اللي فاتت نزلت فيديوهات عن المعاملة وعن الأسلوب وعن التعامل أصحيح كلام صح نزلت عن الاحترام والتأدير ومعاملة وثلاث الكلام أن كلنا تبقى حلوة وحلوين وكويشين لكن في حاجة مهمة أنت نتيها وفي حاجة مهمة أنت ونتيينها مش كل البصر لاجم نعملهم حلو بأدب واحترام في بعض البشر لما تعملهم حلو بأدب واحترام مش جاي معهم نتيجة لك وفي بعض البصر لأ تحترمهم يحترموك تعملهم حل يعملوك حلو نحن نقابل الناس حلوة على اليوتيوب وواجه الواجه وانا ماشي معهم حلو حتى في الزم في السارع هناك ناس أعرفهم واجه الواجه يعملونه حلو وانا بعملهم حلو يكلمونه حلو وانا بكلمهم حلو ودنا معنا في حلو روحنا الاتنين زى العسل وانا محدث بأتباع يقولنا لماذا تعمل على العزوز لماذا تعمل الناس أعرف وليس يعارف ماذا اعرف احنا نعملهم حلو مع الناس كويسة نعملهم كويسين الكويس يعمل كويس المحترم يعمل محترم لكن يعمل من يعملها كويس هذا يعمل كويس كذلك يفضل يهينك ويغلص فيك أكيد من حقيقة أنت تتعامل مع عملته كل شخص اللي ما عملته كل شخص يا جماعة سادة باحترامين حتى ما عديش يفهمنا غلص كل شخص اللي ما عملته ولي احترامه ولي اتليبه يعني لو أنت احترمتني احترمك لو أنت قدرتني قدرتك أما بقى لو أنت عملتني ويحس واجه أنا عاملك حلو تجي اجي بقى وانا عملت الفيديوهات وقلت ياريت الناس تبقى حلوين وبقوا أخلاقهم كويسة وتليبهم كويس احنا بيتكلم الناس اللي أخلاقهم لسه مش كويسة احنا بننسح الناس اللي أخلاقهم مش كويسة اللي يتليبهم مش كويس تمام ما جيش حزير معلقة الكلام يقول لي عجيز أنت بتنسح الناس ويقول عليه أن أنا أخلاقهم مش كويسة ويتليبهم مش كويس مع الناس أنا حيانا ما أكون متضايق أو بعصب لما بقابل نفس مريضة لما بقابل نفس مريضة بل بالعكس الواحد الحمد لله محبوب ونهي تصفية بعيدا عن الفيديو واليوتيوب أنا لو تتعاملونه على أساس أنا أخلاق كده وعلى فكرة اللي بيتعامل معايا بمحبة وروح حلوة أنا بقابل قويس معاه أوما اللي بيتعامل معايا بالثياعة وقلت أدب أكد أتعامل معاهم معاملة مش حلوة فالواحد يكتسف حاليا اكتسف إن فيه ناس ما نفعش معهم الأدب والاحترام يبقى تترى أنت عايز تمتح بكرامتهم الأرض لذلك بيقول لك لو أنت ما احترمتش الناس الناس ستحترمك وإذا ما احترمت حد الناس ستمتح بكرامة الأرض ليس معانا أنا أخلاقها مش كويسة أو أطلبها مش كويس وأنا مثلا بسكرة من أحترام لا نحن نعلم الناس كيف تبقى كويسة للناس اللي هي اللي لسه مبقوش كويسين تمام لكي أنت نما تبقى كويس معايا ستبقى كويس معاك لما تبقى حلو معايا في الأسلوب ستبقى حلو معاك في الأسلوب والدينة تبقى زال عسل خلص الكلامة تمام فبالات الله يكرمكم فبالات الله يكرمكم ترمى على عزوز الكلام أننا لا أتكلم عن المعاملة أو عن الاحترام أو عن الأسلوب أبا أنا هعمل للناس وحس أنا بفضل ربنا عمر معاملت تحدي وحس إذا قبلت أشخاص مش كويسين في أشخاص مش كويسين أو أخلاق مش كويسة بتعامل مع عملتهم للمرة الأولى لو تعاملت مع أشخاص صيح أو أخلاق مش كويسة مع احترامي لو تعاملت مع أشخاص مش كويسين أو أخلاق مش كويسة لو تعاملت معهم بأدب ومحترمونيس أكيد سأتعامل مع عملتهم يعني اللي مش هحترمني مش هحترمه اللي بتعامل معه بأيلة أدب هتعامل مع عملته ما انفعش معاه لأحترام أبدا من اللي وساخة خلاص السياعة والليلة الأدب زارت عليه فإزاي أنا أعمل واحد بمحترم لكن الحمد لله الواحد محترم ومحافظة على احترام والأخلاق وكل حاجة مت معانا أن أنا أنسح الناس على الاحترام ومعامله إن أنا خلاص هعمل الناس وحش لا أنا بتكلم للناس المتعدين بكويسين يرتقى يرم نفسيكم وشكرا لكم